مرحبا أصدقائي كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله اليوم نأتي للموضوع جديد بعنوان في مدينة مهابات عنوان درسنا لهذا اليوم في مدينة مهابات في حرف جار مدينة اسم ويضا مهابات اسم انظروا إلى الصورة ماذا ترون؟ ترون أصدقاء السبعة من هم أصدقاء السبعة؟ جيد أصدقاء السبعة وهم شادان جمال سمير سيروان عزاد وفاء سينة انظروا إلى الصورة ما اسم الساحة التي يقف فيها الأصدقاء؟ ما اسم الساحة التي يقف فيها الأصدقاء؟ ساحة تواترا ساحة تواترا ساحة تواترا ونرى رسم القاضي محمد انظروا في رسم الأول من يتكلم أحبائي؟ في رسم الأول من يتكلم؟ سمير وفاء من يتكلم؟ سمير وفاء ماذا قال سمير؟ قال انظروا في هذه الساحة رفع القاضي محمد على مكردستان لأول مرة انظروا في هذه الساحة رفع القاضي محمد على مكردستان لأول مرة وماذا قالت وفاء؟ قالت ومن حقا؟ ومن هو قاضي محمد؟ سأل وفاء سألت وفاء ومن هو قاضي محمد؟ انظروا الرسم الثاني من يتكلم؟ سمير و جمال لما قالت سألت وفاء ومن هو قاضي محمد؟ انظروا اجاب السمير قاضي محمد هو الذي أسس أول جمهورية كردية من هو قاضي محمد؟ قاضي محمد هو الذي أسس أول جمهورية كردية انظروا وماذا قال؟ جمال قال متى حدث ذلك؟ متى حدث ذلك؟ قال سمير سنة 1946 ميلادي 1946 ميلادي وماذا قالت شادان؟ هذه شادان ماذا قال شادان؟ اوه لقد مر زمن طويل وكيف كان شكل العلمي؟ ماذا سألت؟ شادان سألت كيف كان شكل العلم؟ انظروا جمال قال جمال اخبرني جدي ان العلمة كان من ثلاثة ألوان أحمر وأبيض وأخضر وقالت شادان وعليه سنبلة وشمس وقلم جيد انظروا الآن نتلى رسم الخامس انظروا من يتكلم في رسم الخامس في هذه سورة؟ زينب وجمال ماذا قالت زينب؟ قالت وماذا حدث للقاضي محمد؟ وماذا حدث للقاضي محمد؟ بماذا أجاب أجاب جمال أجاب جمال لقد تم اعدامه في هذه الساحة لقد تم اعدامه في هذه الساحة جيد ورسم سادس من يتكلم؟ زينب وأعزاد ماذا قال أعزاد؟ قال لقد مات شهيدا وماذا قالت زينب؟ قالت إنه بطل عظيم انظروا خلصت الزيارة وفي سورة سابعة من يتكلم؟ سورة سابعة سمير ووفاء ماذا قالت سمي وفاء عفوا ماذا قالت وفاء؟ قالت والآن إلى أين؟ هل سنزور كهف ثلوجي؟ والآن إلى أين؟ هل سنزور كهف ثلوجي؟ ماذا قال السمي؟ قال لا لقد تأخر الوقت لا لقد تأخر الوقت ماذا قال؟ قال لا لقد تأخر الوقت جيد وأخيرا من يتكلم؟ سورة ثامنة شادان وسيروان انظروا إلى السورة ماذا قال الشادان؟ قالت كم كانت الرحلة جميلة ومفيدة كم كانت الرحلة جميلة ومفيدة وماذا قال السيروان؟ قال لقد عرفنا كثيرا عن جمهورية كردستان الأولى لقد عرفنا الكثيرا عن جمهورية كردستان أولى جيد العنات إلى خلاص الموضوع أقرأه جار الأصدقاء السبعة مدينة مهابات ووقفوا في الساحة التي رفع فيها القاضي محمد علم الكردستان لأول مرة سنة ألف تسمية ستة واربعون ميلادي كان العلم من ثلاثة ألوان أحمر وأبيض وأخضر وعليه سنبلة وشمس وقلام وعرف أصحابه أن القاضي محمد كان بطلا ومات شهيدا إلى اللقاء حتى درس القادم اشتركوا في القناة